أهم خطوة عشان تحصل على أفضل أداء لجهازك سواء في استخدامك العادي أو في الألعاب هي التعريفات أو الدرايفرات ولازم تكون بآخر إصدارات عشان هيك في مقطع اليوم رح أوركم كيف تحملون تعريفات الكمبيوتر واللابتوب بأسهل طريقة وبدغطة زر واحدة سلام عليكم جمعاتكم إن شاء الله تكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم بمقطع ستوري سنتوري جديد مقنع لكم جمعات الخير عن تعريفات الكمبيوتر لكثير رسائل وتعليقات بشوفها يا أحمد حطلنا طريقة تحميل تعريفات اللابتوب والكمبيوتر عشان كثير ناس عندها ويندوز 7 عندها ويندوز 8 ويندوز 10 ومش عارفين يحملون التعريفات في إصدارها الأخير وحابين يختصروا عليهم الوقت والجهد عشان يكشاء الله فاضل مقطع رح ووركم برنامج أسطوري بماكنك من تحميل وتتبيت تعريفات الكمبيوتر بضغطة زر واحدة في آخر إصداراتها من مواقعها الرسمية عشان إخوان التعريفات هي اللي بتعتبر همزة الوصل بين قطع الكمبيوتر والنظام نظام التشغيل ويندوز عشان هيك لازم تكون التعريفات هاي محددة لآخر إصدار وتكون أصلا متواجدة عندك عشان في كتير ناس مش متبتة أصلا التعريفات مش موجودة عندها هذا الشيء بيقتل على أداء جهازك سواء كنت بتستخدمه للمونتاج للفوتوشوب، للغرافيك، للتصفح العادي، للأنعاب كما و بالخصوص الأنعاب يجب أن تكون متوفرة عندك آخر التعريفات حسنا يا إخوان ما سنفعل؟ سنحاول أن نذهب إلى الموقع هذا نحمل برنامج Driver Booster 9 ونسخة التاسعة ونسخة الـ Free طبعا نضغط هنا على Free Download الرابط سأضع لكم في وصف الفيديو في الأسفل نضغط هنا على Start Download لكي يتم تحميل البرنامج بعد ما يتم تحميله يا إخوان نضغط على Open طريقة تثبيت وتسطيبه جداً سهلة يا جماعة الخير نضغط على Open نستنى قليلاً يا إخوان تنبتق معنا الإيقونة هذه هنا يا إخوان تستطيع أن تختار اللغة هنا مثلاً سنختار نحن العربية نحاول أن نشيل الإيقونات هذه لكي يقول لك لو أريدك تثبيت أيضاً i-top VPN لا أريد إيها البرامج هذه نضغط على تثبيت بالشكل هذا يا جماعة هنا يقول لك لو أريدك i-top PDF مجاناً لو أريدك البرنامج هل تستطيع أن تضع له هنا تثبيت؟ أنا لا أريد إيها سأضغط له لا شكراً نضغط على Necast والتالي الآن يقول لك أنه زائد 8 مليون قاعدة بيانة ضخمة يعني كل تعريفات هذه متواجدة على البرنامج سيأخذ شوية وقت أثناء التثبيت حل بنقرأ واحدة يا إخوان تثبيت جميع التعريفات ضغط الزر واحدة نستنى شوية تحديد آمن ويمكن لو توق به يعني هون خصائص البرنامج سنعطيه شوية وقت لحد ما يخلص تثبيت البرنامج خلص أصلاً ما بياخد وقت كتير هون بيرشح لك برنامج Advanced System Car برنامج هذا كمان كتير أسطوري اللي أريدكم نتكلم عنه الأيام الجاي إن شاء الله نضغط هون لا شكراً أوكي إخوان هنا بيقول لك اكتمل التثبيت لازم تكون شابك النت عندك والنت يكون موصول على الجهاز نضغط هون الفحص الآن طرح سيفتح الموقع الرسمي ما بدنا إياه نكبر هيا يا أخوان زي ما تشوفون هون بيعمل فحص للنظام ولقطع الكمبيوتر عندك زي ما تشوفون هون كلها بتظهر رح يعمل إلها فحص واسكان ويشوف لنا التعريفات المش موجودة زي ما تشوفون هون يخوان جميع هاي التعريفات بدها تحديد زي ما تشوفون هون تحديد 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 كل التعريفات هاي جماعة الخير انت لو مثلا لسه متبت نظام التشغيل ويندوز رح تلاقي عندك تعريفات هون أكتر زي تعريفات كارت الشاشة كارت الصوت جميع التعريفات رح تلاقيها هون وزين ما تشوفون هون يخوان التعريفات هون اللي في الأسفل هون بيقول لي أنهم حتى زي تعريف كارت الشاشة زي ما تشوفون هون يخوان إنت che رح تشوي تحاول يا بتشوف هون مثلا البرامج هاي كالمان بيتبّد لك البرامج اللي بتشغل الألعاب وتساعد على تشغيل للألعاب بشكل جيد كما ترون هنا الفيزيكس يعني حزمة الفيزيول حزمة الديريكت اكس نت فريمورك تقدير يعني تخليها وتقدير تشيل عنها علامة الصح نحن رح نسوي طبعا البرنامج مش مجاني البرنامج مدفوع لكن نحن رح نستعمل بس النسخة المجانية يخوان رح نعمل تحديد الآن اوكي قل لك هون قد تحتاج إلى تعطيل البرنامج أمانك مؤقتا إذا كان يمنع تثبيت برامج التشغيل يقول لك يعني ممكن أنه تحتاج توقف برنامج الحماية مؤقتا حتى يخلص من تثبيت جميع التعريفات قد تقول له لا تذكرني مرة ثانية موافق هسا يا إخوان ما سيقوم بعمل رح يتبط لك جميع التعريفات تحديد 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 جميع هذه التعريفات رح يتم تثبيتها وتحديدها بشكل تلك القائد زي ما ترون هنا جاري التحميل حاليا وهون يعني مجموع والتوتل الخاص بالتعريفات رح نستنى ونعطيه شوية وقت لحتى ما يخلص اوكي جماعة هاي النافضة هون بيقول لك الرجاء النقر فوق موافق لتمكين البرنامج من إنشاء نقطة استعادة أو ريستور بوينت يخوان بيفضل أنك تسوي لها إنشاء يعني نقطة استعادة عشان تستعيد مثلا النظام السابق لكن ما بعتقد أنها كثير مهمة لو بدك إياها تسوي موافق ما بدك إياها إلغاء أنا ما بديش إياها فرح أسوي له إلغاء إنت لو بدك احتياطا تقدر تسوي لها موافق هسا يا إخوان رح يسوي تحديد لجميع التعريفات عشان خلص حملها كلها هسا وقت التتبيت زي ما قلت لكم رح نعطيه شوية وقت يعني لا تكون متسرع عطيه شوية وقت أسيبه حتى لو أتأخر رح يخلص رح يخلص بس تعطيه شوية وقت على حسب سرعة النت عندك وقوة الجهاز عندك فنستنى شوية بعد ما يخلص من تتبيت جميع التعريفات رح يطلب منك إعادة التشغيل ضروري تسوي إعادة تشغيل وريستارت للجهاز عشان يخلص تتبيت جميع التعريفات زي ما بتشوفون هون تبت لجميع تعريفات الكمبيوتر محددة لآخر إزارة جماعة الخير التعريفات وزي ما حكينا في البداية ضروري جدا التعريفات تكون محددة عندك في الجهاز عشان التعريفات هي أهم خطوة أساسية ضروري تنتبه لها دايما تبتت نظام تشغيل ويندوز جديد أول شيء ضروري تحمل درايفر بوستر 9 آخر إصدار المهم من البرنامج وتحدث التعريفات لآخر إصدار البرنامج بيسوي لك تحميل لجميع التعريفات من واقعها الرسمية في آخر إصدار إلها يا أخوان جميع قطع الكمبيوتر عندك وهيك رح تضمن أنه جهازك يسير أداء أفضل بالنسبة للإلعاب بالخصوص الإلعاب تتطلب التعريفات تكون حتى لآخر إصدار وتكون أصلا متواجدة يضروري التعريفات تكون متواجدة على الجهاز كمان بالنسبة لبرامج المونتاج تطبيقات أدوب يا أخوان المونتاج تصفحك للإنترنت كمان جميع هذه الخطوات وجميع هذه الوظائف تحتاج أن التعريفات تكون متواجدة على جهازك كان هذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم الجماعة القير أتمنى أن يكون نأعجبكم الشرح لا تبخلوا علينا يا أخوان زي ما قلت لكم القناة أكلت سترايك في الأيام الماضية والتفاعل انضرب فيها انحرمنا من تنزيل المقاطع لأكثر من أسبوع فأتمنى تشجيعاتكم يخوان اشتركوا في القناة وفعلوا زروا الجرس رح تسعيدوننا كتير يا أخوان لو سويتوا هذه الخطوات حطوا الإشارة على الكل وأهم شيء طبعا هو اللايك لو عندكم أي سفسار انزلوا تحت تكتبونا إياه في الكومنتات إن شاء الله رح أجاوب عليكم وأجاوب على تعليقاتكم زي ما بنسوي دايما بنجاوب على استفساراتكم على أسئلتكم ما ضل شيء يا أخوان غير أودعكم على ما إن شاء الله أراكم في مقطع السوري سنتوري قادم السلام عليكم بلاو